عبدالله رجدي عبدالله رجدي وستيتمنتز بتاعت عبدالله رجدي واللي بيطلع يقوله عبدالله رجدي فأديكم سنيبت كده بسيطة حاجة هو قالها بعضهن عند مديرها جارية وديعة وعند زوجها ناشزة غفيرة ده أول لاين كده بس في البوست اللي هو كاتبه وحاطت فيه زي كارتون كده أو كاريكاتور يعني بالشاشة مقسومة انتو هتشوفو دلوقتي على على اللايف بتاعنا يعني انه واحدة في الشغل بتاعها فبتعمل مساج لمديرها في رقابته وبتطمنه يعني انه الواجهة هيروح بعد شوية بس لما بترجع البيت وجوزها بيطلب منها حاجة فبتتعصب عليه وانا تعبانة وانا مش عارف ايه فطبعا الدنيا تقلمت انه انت ازاي حطيت الستات اللي بتشتغل في الحتة دي وانت ازاي يعني الناس خدوا انه بتهاجم اعراض الناس وبتتهم كل الستات انهما بي هو مين بتعمل لمديرها مساج في رقابته يعني ده شغل ايه ده الست اللي تشتغل بتعمل فيه المديرها مساج لرقابته حتى لو عايز يوضح الفكرة بتاعت انه الست بتعمل كل حاجة في شغلها وبتوافق لمديرها على اي حاجة يطلبها مش لازم المفروم دوع يروح للإكستريم اللي فيه اعراض وشرف ناس واني يتهم الستات انه هي بتبقى عادة تعمل كده في شغلها في حيث انهما بيبقى طالعونا نيوم في شغلهم فطبعا الهجوم عليه كان جامل جدا درجة انه فيه بعض من الشيوخ المستنيرين يعني او اللي ضد وجهة النظر دي تماما بقى هما اللي بيطالبوا الستات انه احنا عايزين كل الستات مصر ترفع عليه قضية او ترد على حاجة زي دي او ما تسكتش انه حد يطلع يتهم المرأة العاملة اللي احنا عارفين كويس قوي انها دورها دلوقتي بقى في المجتمع او في الاقتصاد بقى مش حاجة الناس ما بقتش بتشتغل رفاهية او اللي هو زي زمان كانوا يقولون تشتغلي عشان تحقق اي ذاتك او عشان تضيعي وقت لا هو دلوقتي بقت يعني من تالي كل الناس مدركة الرجال قبل الستات كمان ان ده بقى دور ما ينفعش نستغل عنه واصل يعني ان احنا يعني وصلنا لمرحلة انه الستة بقت لها كرير والكيان وبقى عادي ان الستات تشتغل دي قاعدين بيعني صعوبات كتير قوي عامل ما ستتوصل للمرحلة دي ولسه لحد دلوقتي عمتا فيه نوع من عنصارة ضد الستات في الورك بلايس وانه دايما الناس مؤمنة انه مكان الستة في البيت وهكذا وهكذا فان احنا اصلا وصلنا بقى للمرحلة دي دلوقتي انه بقى الكرير بتاع الستة حاجة مهمة وفيه يعني انا بصراحة والرجال اللي بتفرجوا علينا don't hate me بس انا شايفة دلوقتي انه ستات كتير او يعني شغلانات هنقول مخصصة اكتر للست النكحة وبتجيب فلوس اكتر من الراجل لا هي صاري بس هو ده فعلا حقيقي يعني بالذات بقى لما امتدت موضوع السوشل ميديا بقى كمان فيه ستات كتير يعني انا انا يوتيوب كد فانا بتفرج على يوتيوبرز كتيرة جدا فيه يوتيوبرز كتيرة قوي ستات جوزاتهم سابوا شغلهم وبقوا يعملوا management ليه شغل اليوتيوب عشان الستات تعمل في الموز أبطر منهم انه هي اللي بدأ يدفع فنحنا وصلنا للمرحلة دي وبدأنا في الاخر حد يقلل من الموضوع ده كله هو الرسالة بتاعته يمكن يكون الرسالة عند وجهة نظر فيها مثلا انه انت في الشغل تبقي لطيفة وكده مع الناس بس في البيت بترجع يضرب بوز وكده بس مش رسم كان يوصل الرسالة بزبط مش لازل تتاخد بالطريقة دي او بالاسلوب ده وطبعا كان من ضمن تعليقات الناس على البوست بتاعه trending topic كان منكمل من المبارح للنهاردة وما بيسكتش يعني انه كفاية طاعا في الستات اللي بيشتغل الناس ظروفها صعبة وفيه ستات كاملة شايلة بيوت لوحدها وده فعلا حقيقي وزي اللي احنا كنا نتكلم فيه الموضوع ما بقاش شرفهية او بقى حاجة على جنب بتتعامل او optional لا هو بقيت حاجة بيوت قيمة عليها فعلا فما ينفعش ان نبقى لسه بنقلل من الست او بنتهمها طول الوقت لو فيه شوية تقصير بس بتعبتها او لو في حاجة مش قادرة بالنس اكيد كل الناس بتتكلم في اخذ فكرة انه بالنس من الناحيتين وهو برضو الراجل لما بيشتغل الناس كانت بتوعه تعيب انه طب انت ما بيبصش ولادك اللي بيحصل معاهم بترجع اخر اليوم برضو ارفان فما بتعرفش هو حياتهم فيها ايه مدارسهم مش عارف ايه فاللوم ده بيحصل على الطرفين اللي هو طب احنا محتاجين بس البالنس انه حياتنا نبقى اسمنها بين الاتنين بس ان فيش حاجة بقدر يعمل كل حاجة بزبط ده الاقتراع اللي لازم برادين توصلوا الكومنت بجد يعني ميكسات بقى جو ميكسات يعني فيه لك يقولوننا ان هما ما بيحبوش عبدالله رشدي جدا خالص وفيه لك تقول انا بحبه جدا يعني وطوه اكستريمز دايما لما بيتقال اسم عبدالله رشدي حد بيقولنا اخضغطوا منكم ليه كده شرح لنا هاجت نظر حد بيقولنا ممكن تحكلنا انتوا مريتوا بايه حد بيتاريق على انا بقول انه ستات مروا بحاجات كتير قوي عبال ما وصل للمرحلة دي هقولك مرينا بايه ودي حاجات فاكتس وستاتيستيكس قدر تعمل عنها ريسيرج لأقرب وقت والحد دلوقتي الموضوع ده موجود مش هقول في كل حتة بس فأغلب الشركات لو ست وراجل بيعملوا نفس الرول بالزبط يعني مثلا اتنين مديرين نفس الحاجة بيعملوا نفس الرول الراجل بياخد اكتر من ست ده لأقرب وقت ودي ستاتيستيكس وفاكتس وريسيرج فاللي عايز يفاكت شاكمي ادخلوا وعملوا ريسيرج لأقرب وقت الست اللي ما بتعمل نفس دور الراجل الراجل بياخد اكتر منها مجرد لانه راجل ودايما فيه الاعتقاد انه الراجل اموشنلي ستيبل اكتر في الشغل فالبوزيشنز الاعلى بيفضلوا يدوها للرجالة وبرده بسبب انه مثلا الست والد ان هي تحمل تجيب اطفال معرفش ايه فده معنية تسيب الشغل الفترة فبالنسبة لشركات كتيرة الست بزبط لا وانا اقولك كمان فيه حاجات ده بقى فيه شغلنات دلوقتي لما تشوفي الهيرينج بروسيس او كذا بيفضلوا طبعا احنا ما ما نعملش كده في الشغل او ما يبقاش فيه تفضيل لجنسة على حساب التاني بس انه بيفضلوا مثلا الستات في شغلنات معينها اش اقولك الست بقى details oriented فالشغلنا دي عايزة نظام بشكل معين او عايزة حد مركز في خمسين الف حاجة مع بعض في نفس الوقت فالستات معروفة ان هي اللي بتركز في خمسين الف حاجة في نفس الوقت ومع ذلك هتلاقي نوايات القراء اللي تقولك لا انت وقد ما كان حد تاني هو اولى وهو مش عارف ايه طب انت ليه حكمت ان هو اولى اتكرت دلوقتي كان فيه حد من الناس اللي بيشتغلوا معايا كان عنده وجهة النظر دي او الفكرة دي انه طول الوقت طول ما هو قاعد في الشغل متزمر جدا ومدائي جدا انتوا كتير قوي في الشغل وانتوا اكتر مننا وانتوا مش عارف ايه وانتوا لو وقدين اماكنة تعالي تفرجي هتلاقي انه البنات كل واحدة قاعدة في البرتشن بتاعها او قاعدة بتأدت او قاعدة شغالة او مش عارف ايه وقف في الكوريدور برا بيشرب شاي مثلا طب الحبيثة ما خش تغل هي مش وقدة مكان حد يعني لو وقدة مكان حد فهي وقدة مكانك عشان انت وقف برا بتشرب شاي يعني دي الفكرة لكن اللي هو في العموم كده انتوا وقدين مكاننا لا او انا بعمل حاجة بعملها صح فانا ايما بدوري لو انا وقدة مكان حد ما هو فيش شغل هيشغلني منظر او كوتا او لو اصلا خليها موجودة وخلاص لو انت بش عاملة شغلك اكيد هيمشوكي ويجيبوا الحد بقى الهو افر مين راجل او ست هيقوم بدورك او هيعمل شغلانتك يعني حد الكومنت فضيعة ريفيد بيقولنا جالكم الساخط على الدنيا شخصيا لا ريفيد عاملين ايه هوا الخير يا ديفيد حد بيقنور تقريبا بيقولنا انا بحاول قرق قصة من الاول هو بيحكي لنا حاجة عن عبدالله بيقول ان هو تقا بيقول ان تقريبا طلع لايف مع بنت وبتقول ان هي عندها اكتئاب والحاجة الوحيدة اللي بتحبها الرسم ورسم الاشخاص التاريق عليها وقال لها الرسم رسم ايه ونيلت ايه امي سعدي مامتك في المطبخ الرسم حرام رسم الاشخاص حرام مش الرسم حرام معلش رسم الاشخاص حرام فهو بيقول طب على اقل قل لها ارسمي حاجة تانية مش رسم تقول لها بالطريقة تلقي الموضوع تماما او تقفلها من الحياة بالشكل ده هو دايما بيبقى ليه كده كل فترة دايما ضمن الحاجات اللي الناس بتقولها عليه او هتلاقيها في الكومنس على طول ان هو من نواية الناس اللي بيحب يبقى the talk of the town يبقى trend او ناس بتتكلم عليه ففيه اراء بتقول انه لما بيلاقي الدنيا هدية شوية او مفيش طابك كده سخنة الناس كلها بتجيب سيرتو فيه يلا نطلع نعمل فرقاب statement جديدة او بحاجة جديدة او على الفكرة بتاع 60 كومن بيقولنا عبدالله الحرق مواربش ليه يعني اوكي مش فاهمين انت مؤيد ولا مواردوس تمام في حد تقريبا عنده نفس المنظور بتاع الراجل اللي كان معاك في الشوط يعني انا عارفة انكو بطير انا عارفة حد بيقولنا محدش مفتم برؤية شكرا شكرا كلنا محدش مفتم برؤية شكرا نور بيقولنا انتو كده كده عندكم شجاعة انكو تتكلموا عليه في السوشال ميديا شكرا هو عنده شجاعة انهو بيتكلم على كل الناس على السوشال ميديا برضو عادي يعني السوشال ميديا ما هي كل الناس بتتكلم فيها فمفيش حد ليه ادفانتج زيادة عن التاني واي حد بيطلع يعمل فيديو او يحط بوست الست مكانتها الطبيعية تعمل أسرة وتربيهم تربية صالحة والرجل هو اللي يتكفل بالشغل والفلوس والحياة ايوا بس للأسف دلوقتي الناس كثيرة مضطرة انه الست والراجل يشتغلوا بسبب الوضع الإيكونومي دلوقتي والغلاء والكل حاجة والتعويم كل حاجة دلوقتي انه فعلا لازم تبقى محتاجة شخصين يبقوا عندهم دخل فيه خالد بيقول لنا وفيه ناس بيوظفوا بنات لمجرد جذب الرجالة للمكان ودي وجهة نظر وحش قوي ده أكيد يعني احنا عارفين انه الدنيا مش مثالية ومش كل الناس ملاكة فعارفين طبعا انه آه الست في حتة كتير ممكن تستخدم كسلعة او يتم استغلالها او تتوظف بشكل معين فأكيد مش ده مش ده الاطار اللي هيا المفروض تكون فيه خالص ها حد بيقول شباب اللي عايز ستة تقعد في البيت يتجوز وحدة عايز تقعد في البيت سهلة أهي وعلى فكرة ويسابورت انه ستة تقعد في البيت لو هي عايز تقعد في البيت ولا عايز تشتغل تشتغل كله واحد حر بالضبط هو الفكرة في كده انه اللي بيقول اللي ضد ده مش بيقول لا لازم كل الستات تشتغل هو فعلا الفكرة كلها في الاختيار لو أنا عايزة اشتغل برحتي محدش يجاج الاختياري ولو أنا عايزة أعط في البيت ويبقى ده دوري أنا ست عايزة أخلي فوقت في البيت وجوزي هو اللي قوم بالدور ده وأنا مسؤولة عنهم 100% وهو مسؤول أن هوا بيشتغلوا جيبنينا فلوس فهي هو أخي الاختيار فتمام ولدي أحكم عليها ولدي أحكم عليها وعايز أقولك أنه الست اللي بتقرر أن هي تقعد في البيت وتاخد بالها من بيتها ومن عيالها يعني هو دي شغلنا من غير أجازة للأبد يعني على الأقل الرجل ممكن هي ريوردينج معنويا بتشوف صمرت تربية بس هو فعلا آه من غير أجازة هي شغل من غير أجازة للأبد يعني مفيش بقى إيه مفيش أنا والليف مفيش سيك ليف برضو مفيش آجة مفيش يوم أنت عينة فيه هتضحي إيه وتقراري إيه مش عايزة أخد بالي منهم النهاردة مش هأكلهم النهاردة هو فعلا يعني بصي إحنا فيه عندنا كمية ناس بتدعم قراءنا وناس بتدعم كنت متخيلة أنا ده في ناس يعني في حد بإمونة بتقول التربية للأب والأم ده حقيقة بالزبط دي نقطة مهمة جدا البالنس في الحاجتين النور بيدفع عننا في اللايف شكرا يا نور بيقول من أسباب أني مشيت من البلد عشان لقيت موظم الأفكار كده أنا حصى لك أمراه آخ ايه تاني يا جماعة عبدالله رجدي محترم وبيفهم ومش منافق وليه زلات مش هننكر لأنه بني آدم مش إله واجهة نظر برضو مصطفى بيقول لنا برضو على نفس الكلام اللي خالد كان بيقوله أن فيه شغلانات كتير أصحابها بيفضلوا ستات عن الرجالة زي مثلا المكاتب الاستشارية عشان احتياجات البنت أو ست في شغل التصميم عكس الرجالة تماما آه دي الفكرة نتيك تقول فيه أنها بيبقى عندها موهبة في حتة معينة أكتر أو فيها حاجة كده بسنس مثلا بتاع ست أو نظوم بتاع ست أو كذا فده بيخليها تبقى عندها سكيلز أكتر في كاريد معين أو في فيلز معينة فبتتفوق فيها أكتر من الرجالة في حد بيثرو شيء علينا في الكومنس اسمه The Mask Guy فعاي عايز أقول لك عايز أقول لك لما أنت تشيل المسك تعال أكلم لما تشيل المسك الأول تعال أكلم ديفيد بيقول أنا بدعم اللعبة الحلوة حلوة ديفيد شكرا جنارك خلص أنا أعد أتفرج شوف اللي هيحصل خلينا نشوف الكومنس حد بيقول يعني إيه لو الاقتصادة عدل تعود في البيت عادي ما ده برضو غلط هي حرة أنا مش عارفة هو بيرد على الكومنس مين بس زي ما احنا قولنا احنا مع نفس الرأي ده إنه فعلا في الأول وفي الآخر هي حرة بالضبط والراجل حرة برضو يعني كان الوضع الاقتصادي إيه لو استردى ختيارها عماتنا إحنا دلوقتي في أمريكا يعني وبرة مصر بيعملوا حاجات لو الشعب المصر يتعرف عليها ممكن يجيله سكتة قلبي إن هو دلوقتي بقى فيه الجالة بتعوض في البيت وستيل بتشتغل آه رأيي شيئك ده 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 حتة تانية خالص بقى إحنا the people are not ready آه the people are not ready أنا فيه الجالة كتير على التسكاشن دي خالص خالص انت رميتي عادي ستت تصرف على البيت بس أنا بصي بصراحة ما بحيثش إنه الرجالة عندهم الخلق وال وده على فكرة ده مش كلامي ده كلام رجالة كتير قالوا لي الموضوع ده إنه ما عندهمش الخلق والصبر قوي اللي هو للأطفال والكلام هو عايز يرايح نفسه يعني يقوم معنا ساعة ساعتين بس ده آخره كده تاريح دماغ بمزبط نعم فهو طبيعي إنه هو يقول كده اللي هو مش عايز يشيل مسؤولية بقى آه إنتم مين عشان تتكلموا على الدكتور عبدالله رشدي أنا ندوها يا فرح فرح إحنا طرعين بنقولكو هو عمل إيه يعني هو عمل حاجة فإحنا طرعين نقولكو هو عمل إيه فقط لغير يعني بس وبنرى الكومت بتاعتكم آه حد بيقول لنا لا لا عندنا الخلق إيه ده طب رابو يلا ياريت كتير من ده حاب الناس دي قوي بجد هو فيه ناس كتيرة بقى يعني عبدالله رشدي فانز دلوقتي ظهروا كل الالترس وحضرتك إيه تعليمك عشان تعدلي على عبدالله رشدي لا كومنت ينفع ما جاوبش إيه تعليمك يعني عدم الرد عدم الرد هو فيه حكاية إيه حكاية يعني فيه ناس زعلانة قوي مننا إحنا نتطلعين على حسو عشانك نشطلعين حسو حسو نطلع كل يوم لايف الساعة 11 وبنقول حاجات كتيرة جدا وأول مرة نتكلم على عبدالله رشدي يعني وفي النهاية آه احنا فعلا مش بنتكلم يعني كل اللي احنا بنقوله ده ما بيبقاش رأينا احنا بنتكلم ميلي على الناس بنتكلم عليه يعني ناس كتير بتتكلم عليه النهاردة بوست نزل فكل ناس بتعلق فاحنا ميلي بننقل ده وبتبقى discussion معاكو فاحنا في النهاية ده مش رأينا الخاص ده مش حسين بيقولنا على عندي خلقه مستعدة اتجاوزت مين آه 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 كده في حتة تانية خالص خالص بس حالو comment بالحبل حسين بيقولنا very subjective شكرا يا حسين نتمنى زلك شكرا في ناس منضايقة في ناس منضايقة جدا حسين بيقولنا مين هو عبدالله رشدي مين هو عبدالله رشدي مين هو عبدالله احنا مغلطناش في حد انا بتدي تقلق فيه احنا مغلطناش في حد ايه في اليابني اللي بدأ مبكت شعرفة زي ساي الناس ليه بتبقى تريجرد كده بقية حاجة شعرفة يا جماعة احنا بنتكلم عايد اه بزبط يعني ليه وانس انه يتقل حاجة على حد انا بحبه مثلا او بشجعه او اي ان كان فبقى أفندت كده ولأ او ما حد تشقوله ولا كده ما عادي يا ربك عادي احنا بنتناقش ويعني احنا طلعين نقولكو حاجة هو عملها يعني فروحوا قلم معي بقى شوفوا يعني شوفوا ايه المشكلة معي هو اللي تتكلم وحنا بس بنقولكو مصطفى بيقولين خافي عيد وما تتكلمش على الشيخ عبدالله رشدي اوكي مصطفى انا خافها هو على فكرة احنا انا عايزة يعني استاذ فاندام او فاندام مش كتاب استاذ فاندام مين قال ان احنا من الطريقة عليه عايزك بس توضح لنا جملة واحدة قلناها من الطريقة انا فيها على عبدالله رشدي يعني ما قلناش قصلا اسمه في جملة مفيدة كاملة يعني عبدالله رشدي كذا كذا بالضبط ولا حتى على كلامه يعني ما فيش اي حاجة من اللي هو قال وحنا صخرنا منها احنا علقنا باللي الناس قالوا ما دي بتقول لنا ايه content live عشان لسه جاي جاي ولا جاي مش عارفة اللي حقتينا في اول story اللي حقتينا في اول story فممكن نديكي رابب كده سريع على عبدالله رشدي انه عمل post بيصخر فيه او بيهاجم فيه المرأة العاملة انها بتدي اولوية لشغلها والمديرها والاهتمام بمديرها عن بيتها وجوزها والاهتمام به فطبعا الدنيا كلها تقلبت انه هو حط الست في صورة نمطية قوي الست اللي بتشتغل تحديدا وانه ده مش المفروض انه يبقى هجوم بالشكل ده على الست اللي بتشتغل حد بيقول لنا اقوم مرة اشوفكم وهتفرج عليكم كل يوم بجد شكرا خالد بيقول لنا قول الخبر اللي بعده عشان شوية وهتوصل تهديدات خشي على ثويلة يا بره بصورة حد بيقول لنا هجيكم الله شكرا نحن وقيكم شكرا اي تاني حسين بيقول لنا الحنو معافة مناظرة شكرا زكان تكوين مش حايزة تخش معافة مناظرة مناظرة حسين بيقول الحل انها تتجوز مديرها طح بعدين يخونها مع السكرتيرا حسين الموضوع وينف مننا في لوب صعبة حد بيقول لنا هو مش نبي ولا قديس اتكلموا عليه برحتكم شكرا شكرا انا هجبني هون في رضا لبعض اعمل له اعمل مودريشن لللايف ايه ايه تاني حد بيقول لنا الكادر رائع شكرا صديقي صح وانت علي كانت لاي فيه اشراقة صباحية جميلة كده الصراحة ممتعين جدا شكرا مرسي شكرا مرسي مين دفعلكم عشان تهجموا انا حسين انا فعلا انا رأي خالد هنبدأ نخش في التهديدات فيعني اه الموضوع ادخل في التهديدات اكبر اه مين دفعلكم احنا بقينا اجندل اه انا حسيني نجحت دلوقتي حسيني نجحت اه يعني جماعة احنا شايفين اي بقى خلاص الكومنت كله بقى هو قال ناس بت بتهجي هو قال ايه غلط طيب هو ايه مع جماعة عبدالله رجدي احنا ما قلناش اي رأي خاص عنه احنا قلنالك هو قال ايه وانه سوشال ميديا اغلبيتها من دائما فقط لا غير خلي من دائما قولي مش من دائما يخش انتراكت اشتركوا في القناة